مرحبا في السيديو سيادة سفير محمد الشادي سفير مصر أسبق في السودان وعضو المجلس المصر للشؤون الخارجية أنا بك سيادة السفير هنا يعني اختيار السودان لكي تكون المحطة الأولى للرئيس السيسي خارجيا خلال فترة الأستو الثانية بالتأكيد لم يكن محض صدفة لما يؤكد أيضا العلاقات المهمة ما بين مصر والسودان كيف ترى هذا؟ أنا أشوف زيارة سيد الرئيس للسودان كانت الأولى بعد توليه المسئولية في فترة رئيسة الأولى ثم كانت الأولى أيضا في بداية فترة رئيسة والتانية دي لها دلالة واضحة عززت هذه الدلالة تصريح أو تصريحات الرئيسان بالالتزام الكامل بخصوصية العلاقة بين مصر والسودان والعزم المشترك على دعم هذه العلاقة وتنميتها يعني شوف أنا بعتقد أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة متجزرة تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا نعم خاصة في المرحلة اللي بيمر بيها العالم العربي اليوم صحيح العالم العربي اليوم بيرى حالة من التشرزم العربي منذ فترة طويلة حاولنا موجهة هذا التشرزم بكيانات ما دون الإقليم بدءا من مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد المغاربي إلى اتحاد الجمهورية العربية بدأت اتحاد المغاربي لم يؤدي دوره لم يؤدي دور اطلاقا اتحاد الجمهوريات تفكك حتى الآن مجلس التعاون الخليجي بيعاني من مشاكل جمع اصبح الآن من الضروري ان احنا نبدأ في جمع الشمل واعتقد ان كيان مصري سوداني هو المؤهل لهذا صحيح وخاصة ان الوضاع زي مضحرك متشابهة وظروف واحدة في كلا الدولتين ويمثل وزن كبير جدا يعني مصر والسودان اكبر تجمع شكاني عربي صحيح اعتقد انه مساحة ايضا هو يفوق مساحة مجلس التعاون الخليجي يفوق او يمكن يقل قليلا عن مساحة المغاربي اللي هو غير موجود اصلا فبالتالي باعتقد ان ده بيضع على مصر والسودان مسئولية خاصة في هذا التوقيت عربيا وافريقيا وايضا افريقيا لان ايضا الى نظرت الى افريقيا والحوض النيل والقرن الافريقي برضو هناك العديد من المشاكل والعديد من حالات عدم الاستقرار فبالتالي تحتاج الى من يعطي توازن يعطي توازن خاصة في ظل الصراعات في القرن الافريقي والنزاعات القبلية يعني حتى بين الدولة الواحدة هناك مشاكل بالطبع فكل ده بيعطي هذه الزيارة اهمية خاصة وزخم خاصة انا الحقيقة برضو احب اتكلم على بعض عناصر اللي بتجعلني متفائل من هذه الزيارة اولا زي ما قلنا في الاول الاصرار والتأكيد على العلاقة بين البلدين بعد هذا بيأتي الاهم في رأيي هو البنية التحتية التي تحقق هذا التعاون يعني هذا كان هناك حديث اولا عن ثلاث طرق برية تربط البلدين طريق للسكك الحديد وانا بعتقد ان ده يعني شيء هام جدا احنا شوف بعد استقلال مصر واستقلال السودان واللي هم حصلوا في نفس السنة بالمناسبة سنة 1956 ظلالنا اكتر من ستين سنة بنلعن بريطانيا اللي وضعت خط سكة حديد في مصر وخط سكة حديد في السودان بمقاس اخر حتى لا يتم التواصل بين البلدين طب خلال الستين سنة دول احنا عملنا ايه لم نفعل شيء هناك حديث الان عن ربط سكة حديد مصر بسكة حديد السودان بحيث انك تستطيع ان تأخذ القطار من القاهرة الى الخرطوب الى الخرطوب